هنا يتبين في مثل هذه الموارد يتبين مدى تدين الإنسان وإيمانه أكثر مما يتبين في بعض الممارسات العبادية في بعض الممارسات العبادية لنفترض أن إنسانا يصلي هذه كما ورد في بعض الروايات عادة يستوحش لتركها قزم من الناس إذا هو متعود على أن يصلي طيلة مثلا أربعين سنة خمسين سنة لو ترك الصلاة غير الخوف من الله سبحانه وتعالى هو أيضا يستوحش مو امتحان حقيقي بالنسبة إليه لكن الامتحان الحقيقي عندما يرى أمامه مثلا مئة ألف ريال يأخذها أو يتركها يقدر يوكل محامي وهذا المحامي بفنون الحيال يطلعها إليه أن يطلعها إليه مو معنى ذلك أنها صارت حلالا من الناحية الشرعية له يقول أنا حصلت عليها صك من المحكمة ستين صك حصل عليها من المحكمة إذا مو إلك ما يفيد هذا الصك لا يعني شيئا كم من الصكو كتبت بملايين الأمتار أنتم تسمعون بين فترة وأخرى ولكن حقيقة لا حق لذلك الذي كتب اسمه في هذا الصك لا نصيب له فيها ولا حق له فيها وإنما لنفترض هذا المحامي بطريق معين أو ذاك القاضي بطريق معين أو هذا جاب شهود بشكل خاص طيب وشهدوا عليه لكن هذا كل ما يحول الحلال ما يحول الحرام إلى حلال هنا يتبين تدين الإنسان وإيمان الإنسان في مثل هذه الموارد اختبره في مثل هذا المكان يأخذ أموال غير أهل أو لا يسطو على حق أخيه وإخوته الصغار أو لا يبعد أخواته ويلعب عليهم أو لا ممكن ذاك البعيد من المصلين والسبحة ما تفارق إيده وغير ذلك ولكن هنا ما يكون عنده صمود وإنما سأمو كل واحد اللي عنده سبحة يفكر نحجي عليه لا صلوا على محمد وآله فإن التسبيح والذكر والتدين شيء مطلوب ولكن نقول بعض الناس قد يكونون ها قدر